افتتحت فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته السبعين هذا المهرجان الذي يتوصل إلى فاتح مارس المقبل يعرض 340 فيلماً من بينها 18 فيلماً تتنافس في المصابقة الرسمية على جوائز الدب الذهبي والفضي والتي تتضمن 16 فيلماً تعرض لأول مرة وفيلماً وثائقياً السينما الألمانية تسجل حضورها في هذا المهرجان من خلال أربعة أفلام درامية وتسجيلية تركز على المجتمع الألماني بقضاياه السياسية والاجتماعية من بين هذه الأعمال في المشلاف من بطولة المرشحة لجائزة الأوسكار ساندرا هولر ويعد المهرجان واحداً من أهم المواعيد لصناعة السينما الدولية حيث يتم فيه بيع أكثر من 300 ألف تذكرة ويجدب أزيد من 20 ألف زائر محترف من 122 دولة فيما يواكبه نحو 3800 صحفية